في خطوة صادمة وصف مدرب المنتخب المغري برقورة القدم وحيد خاليل لوزيتش أحد اللاعبين البارزين بأنه مدمن مخدرات وجاءت خارجة الناخب الوطني المتيرة لجدل تفاعلا مع الحملة الشريسة التي شنها ضد اللاعب الفرنسي جيروم روتين في الصحافة الفرنسية وعلى شكلة ما قدم به خاليل لوزيتش سبق وأن وصف جيروم الناخب الوطني بأنه إنسان أحمق عقلية قديمة في التدريب تعود للتمانينات